اكدت سعادة الأستاذة فائقة بالسعيد الصالح وزيرة الصحة على الدور الهام والمسؤول الذي يقوم به كل فرد في المجتمع للوقاية من انتشار فيروس كورونا وثمنت سعادته اهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وليل عهد رئيس مجلس الوزراء بالمواطن والمقيم على أرض الوطن الغالي من خلال متابعته المستمرة لمراحل التعامل مع فيروس كورونا وقيادته للجهود الوطنية المبذولة للتصدي له وأكدة أهمية مواصلة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وتدابير الوقائية الأخرى للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وأشارت وزيرة الصحة إلى أن الوزارة والجهات المعنية ذات العلاقة تواصل إجراءاتها الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا والتأهب للتطورات والمستجدات حسب الخطط الاحترازية التي وضعتها لضمان الأمن الصحي والتعامل مع جائحة كوفيد-19 كما شددت على ضرورة التزام الجميع بالقرارات الصادرة التي من شأنها الحفاظ على صحة وسلامة الجميع ودعت جميع فئات المجتمع البحريني من مواطنين ومقيمين لاتباع الإرشادات والتعليمات الصحية الصادرة لمنع انتقال الفيروس ترجمة نانسي قنقر